موضوعنا في الفقرة دي موضوع مهم جدا ويهم ناس كتير اللي طبيعة شغلهم بتكون أعمال مكتبية أو طبيعة الشغل بتكون أنه يفضل كل واحد قاعد لفترات طويلة على الكرسي ممكن ضغط الشغل ينسيه أنه يتحرك شوية الأمور دي بتأثر بشكل كبير جدا على العظام على العمود الفقري ممكن تكون سبب في الإصابة بالانزلاقات الغضروفية خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع والمخاطر الصحية من الجلوس على الكرسي لفترات طويلة الناس اللي بتشتغل على مكتب 8 ساعات أو أكتر حتى الناس اللي بتشتغل دلوقتي من البيت أو بتشتغل في مكان بره إزاي تقدر أنها تحافظ على عمود الفقري من الانزلاقات الغضروفية وتقدر تحافظ على نفسها ده اللي هنعرفه من فقرتنا النهار ده من دكتور طارق حمدي السري أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجماعة عين شمس دكتور صباح الخير على حضرتك نوارنا في صباح الخير صباح الخير أستاذ جمانا صباح الخير أهلا بي أهلا بي يعني للأسف سمة العصر دلوقتي أنه الناس أكتر بتشتغل على مكاتب بتعد أوقات طويلة جدا حتى يمكن مؤخرا لما الشركات حتى في العالم كله تحولت لفكرة الواركين فوم هوم أو العمل من المنزل بقى برضو فترات الجلوس طويلة شوية هل بالفعل فترة الجلوس الطويلة بتؤثر على العمود الفقري؟ أيها فعلا هي بتأثر وإحنا لما جينا عملنا دراسات علشان نعرف الضغط جوه الغدروف فأكتر وضع إيه لقينا أن الضغط جوه الغدروف فأكتر حالاته هو أثناء الجلوس يعني وإحنا وقفين رقم وإحنا نايمين أقل رقم وإحنا قاعدين هو أكتر رقم هو ده أكتر حاجة علشان كده قعد اشتغل عدد الساعات اللي أنت عايز زي ما أنت عايز لكن قوم من وقت للتاني علشان تعمل حاجة تشروه علشان تجيب حاجة تأكلها علشان بدل ما تبعث إيميل للمكتب اللي جنبك روح قولهم اللي أنت عايزه قوم من وقت للتاني يا دكتور يعني قد إيه؟ يعني بعد قد إيه لازم أحرك جسمي؟ مايلفش عليك الساعة ساعة؟ مايلفش عليك الساعة يعني مافضلشي بش صحية أنا أقعد ساعة كاملة وأنا لا خالص لازم تقوم تتحرك دكتور قعد في عياته يقوم يوصل العيان لحد الباب ويستقبل العيان اللي بعده حد قعد في مكتب يقوم يتحرك يقول للناس اللي هو عايزه في المكتب اللي جنبه بدل ما يبعث لهم رسالة يعني نقول مثلا خمسين دقيقة وعشر دقيقة مثلا حركة دي فكرة ممتازة دي فكرة كويسة طيب خلينا بارد يا دكتور عشان ممكن المصطلح انزلاق الغدروفي ممكن الناس ما تكونش فاهمة هو عبارة عن إيه فخلينا نعرف من حضرتك إيه هو الانزلاق الغدروفي إيه الدرر اللي بيصيب العمود الفقري وبعدين نتكلم على فكرة بوادر حتى الإحساس أو بوادر الأعراض نفسها طيب أنتي جبتي يعني قلتي معلومة بتاعة العمود الفقري وقلتي معلومة بتاعة الغدروف هما إيه هو العمود الفقري وإيه هو الغدروف إحنا كلنا عندنا رئيس قوي ومحمي رئيس مجلس إدارة ربنا حمي جوه عظم الجنجم والمخ ده نزل بكل الألياف بتاعته والأسلاك بتاعة الأعصاب بتاعته اتجدلت ونزلت في الحبل الشوكي هو كمان محمي جوه الفقرات جوه العمود الفقري طيب علشان الرئيس ده ياخد الأوامر ياخد القرارات مظبوطة ويدي أوامر سليمة هو عايز مدخلات أنا لمست السطح ده السطح ده سخل حسيت بسخونة خرجت الإشارة دي في الألياف العصبية راحت للنخاء الشوكي طلعت للمخ فالمخ إدى أمر اسحب إيدك تمام استلمت الكرة وعايز ألف بضهري وشطف البعيدة ولا شطف القريبة الأمر ده مين اللي اداه المخ ورح في أنهي الموصلات العصبية الموصلات العصبية الحبل الشوكي هو لازم يبقى محمي هو حاجة في المنتهى الأهمية محمي في حاجة قوية اللي هي الفقرات الفقرات دي حلقات من العضم الناشف ما بينها لازم يبقى خدات طرية تمتص الصدمات وتسمح بحركتنا نوطي ونتحرك ونلف ونقوم ونعد هي دي المنظومة بتاعة العمود الفقري فقرات ناشفة عضم تحمي نخاء الشوكي وما بينها من خدات طرية تسمح بالانحناء واللف والحركات اللي هي الغدري الغدريف دي اتحركت من مكانها لو تحركت من مكانها وراحت ناحية القناة العصبية يبقى هي ضغطت على الأعصاب فحتروح عاملة آلام أو على حسب العصب اللي راحت ناحيته راحت العصب ليه علاقة بالإحساس هتحس بألم راحت العصب ليه علاقة بالحركة هتبقى فيه أعاقة في الحركة الغدريف دي زي ما حركت وصفتها كده وبصتها مهمة جدا هي اللي بتحمي طب أنا أحافظ عليها ازاي يعني هنا هل بالحركة بالتمارين هل مع تقدم العمر ولا احنا بنشوف حتى شباب وده برضو سؤال لحضرتك عمرهم صغيرة جدا وبيعانوا من آلام الظهر وآلام الغدريف بشكل كبير جدا ازاي أنا أحافظ على هذه الغدريف تمام أنت هتحافظ عليها من أول مصحيت من الصبح لحد ما حنام وكمان أثناء منتناي تمام من أول مصحينا من الصبح تحركت كلت أكل صحي بعدت عن تدخين علشان تدخين هيقلل كمية الأكسجين الرايحة للأنسجة فبالتالي حيصرع عملية أنها تضمر فحجمها كش فتتزحلق من مكان وبدأت تمارس رياضة أسهل حاجة خالص المشي أسهل شيء قدر أنك تقدر تعوم دي رياضة كمان كويسة بما أننا وصلنا لجزء بتاع الرياضة وحضرتك قلت لشباب الصغير في السن اللي هو ممكن يجي له نزل أغضروفي حيمارس رياضة أقوى شوية من المشي من اللي هي الكارديو اجزرسائز لكن حيمارس ويت ليفتنج حيشيل أوزان وحيروح جم وأحمال هي فكرة كويسة جدا وفكرة حماسية أنه هو يشيل أوزان ويبقى عضلاته ضخمة وكل حاجة بس خد بالك أنت بتشيل أوزان دي أنت مش ممكن هتشيل على دراعك بس أنت هتحملها كمان على ظهرك فهتزود الاسترس بعنف والضغط على الغضريف دي فتساعد أنها تتزحلق بدري قوي من مكان شيل عدات كتير واعمل تمرينة كويسة وتبقى دراعك كويس ورجليك كويسة وكل حاجة من غير ما تحمل على ظهرك ومش هتستفاد وانت نايم وصلنا خلاص اشتغلنا واتفقنا في المكتب حنعمل إيه؟ 10 دقائق و50 دقيقة قاعد و10 دقائق اتحرك بالضبط طيب وصلنا خلاص خلصنا اليوم وروحنا نمنا مفيش حاجة سمع مرتبة الطبية ولا مخضة طبية هو الوضع اللي حيوجعك يبقى ده وحش مش هنعمله المخدة اللي حتكون مريحة بالنسبة لك هي دي حتبقى مناسبة لعرض كدفك مع النومة اللي انت نايمة نايم على ظهرك نايم على جنبك فهتبقى دي كويسة فدي خطوات من ساعة مصحينا من نوم الحد من نوم جيد طيب زي ما حدد كنت بتتكلم على فكرة شباب يمكن ومش بس الجلوس لفترة طويلة لكن حتى الحركة الأجراسف أو الحركة العنيفة ممكن برضه تؤدي لانزلاق غضروفي هل هذا الانزلاق بيحصل فجأة ولا بيبقى ليه بوادر يعني أنا ممكن شخصي بقى هنا أنا حيسس ان فيه مشكلة في دهري أو فيه مشكلة في الغضاريف أو فيه مشكلة في الفقرات فيبتدي يروح للدكتور يستشير دكتور أو يستشير متخصص هو طبعا ممكن يحصل فجأة لكن الحقيقة يعني الدارج أوي أو الحاجة اللي بنشوفها كتير لا مش فجأة تبقى حاجة لها مقدمات في مقدمات قليلة ألم بسيط تنميل تنميل وألم مع حركة معينة تنميل في الأطراف مزبوط تنميل في الأطراف لأننا اتفقنا هو الغضروف هيدغط على العصب والعصب ده رايح لطرف من الأطراف في منطقة الرابع هيبقى رايح للأيدين في منطقة الصدر هيبقى رايح للعضلات بتاعة القفص الصدري في الفقرات القطنية هيبقى رايح للرجلين فعلى حسب الغضروف ده تزحلق من مكان وتحرك من مكان وفين راح ضغط على أني عصب في عمل المشكلة ده العمود الفقري هو متقسم لثلاث أماكن على حسب المكان اللي فيه المشكلة هتبقى دي هي الأعراض طيب العلاج الطبيعي أو الرياضي الطبيعي اللي هو هيحفظ لي على العمود الفقري والغضريف بشكل كبير جدا في بعض الناس بتبقى الشكاوى مستمرة جدا بيعيش سنوات بهذه الألام بيتعامل معها في بعض الأحيان بمسكنات وده طبعا ليه ضرر كبير جدا لأنه بيقعد فترة طويلة وفيه ناس يقول لك لا أنا لو عملت عملية برضو النتيجة باش تبقى كويسة وباش حرجع زي الأول إمتى هنا فكرة اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي وإمتى ده القرار ديكون قرار صائب تمام يعني خلينا نروح للبداية لما أنت قلت الألم أنه هو بيتألم وعايش مع هذا الألم هو مش مفروض يعيش مع هذا الألم لأن الحقيقة دلوقتي بقى فيه حلول كثير قوي يعني هي آه هي بتتعامل جواقط العمليات بس هي بتتعامل جواقط العمليات والعيان يخرج في نفس اليوم بتتعامل في قط العمليات والعيان يخرج تاني يوم ويرجع لحياته ويرجع لحياته في وقت مش كبير في وقت قليل ويقدر يمارس كل الرياضة اللي هو بيعملها ولو كان لعيب كرة حيرجع يلعب كرة ولو كان رياضي حيادر يمارس رياضة ولو كان بيشتغل في شغلان حيادر يرجعها لها ويعمل كل اللي هو عايزه الألم هو حاجة بتنزرك لأن فيه مشكلة بتحصل ولو الألم ده عجزك وقفك عن ممارسة النشاط اللي انت بمفروض ان انت تعمله يبقى ده معناه ان انت وصلت المرحلة اللي مفروض ان انت تدخل ده جزئية طبعا فيه جزئية بقى تانية دي مش مسموح فيها لان هو يكون option نعمل ولا ما نعملش لو فيه حاجات من الاشارات المنزرة ان فيه وظيفة اتأثرت حركة بقى فيها اعاق بقى فيه عجز في وظيفة معينة لا انت لازم تاخد خطوة ساعة طيب دكتور حدريك قلت انه العمود الفقريم متقسم لثلاث اجزاء الكامن او المتعارف عليه اللي بيحصل بسبب القعدة فترة طويلة على المكتب او حتى الحركة العنيفة في اي جزء طبعا هو الفقرات القطنية علشان خاطر الفقرات القطنية هي الفقرات اللي شايلة وزن الجسم دي بتكون فين يا فندم الفقرات القطنية هي في الربع او التلت الاخراني من الظهر احنا بتدي فقرات العنقية بعدين الفقرات الصدرية او الظهرية دول اسمين لنفس الحتة وبعدين الفقرات القطنية وبعدين الفقرات العجزية دول خمس فقرات كلهم لحمين في بعض وبقوا فقرة احب وآخرهم الفقرة العصعصية الحاجة اللي فيما منها فقرات متحركة وغضريف هم الثلاثة الأولانية العنقية وزهرية بالزبط علشان كده يجي وراهم بقى في المشاكل اللي انزلاق الغدروفي الفقرات العنقية بتتحرك كتير وبتوطي علشان ماسكا موبايل ماهي بتحصل بردا سؤالي لحضرتك اللي هي مشاكل الرقبة أو العنق دي برضو بتبقى متكررة كتير جدا حلها ببقى عامل ازاي ومدى التدخل أو التعامل معها الحقيقة فقرات العنقية بالزيت لها طبيعة خاصة شوية ممكن تبقى حاسس انها مكان اكثر خطورة وهو بالتأكيد اكثر خطورة كل ما هنقرب من المخ كل ما هنبقى الموضوع اخطر شوية وعلشان هو اكثر خطورة جراحيا فهو التطور الجراحي فيه برضو قوي وقدرنا نعمل فيه حاجات كتير تكون اكثر امانا واكثر فاعلية فيه حاجة مهمة في التدخل الجراحي في فقرات العنقية ان هو انت مش مفروض تصبر على كتير لان المشكلة او التعويرة في الرقبة يعني حيكون اثارها سيء وحيكون اثارها على كل حاجة تحت الرقبة ايدين رجلين عضلات تنفس عضلات البطن دي مشكلة كبيرة طيب دكتور مؤخرا بقينا بنشوف فيديوز على مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص بتخلينا قولنا مش عارفة ليه مصطلح بس فكرة التقطقة بتاعت الظهر او شد الاطراف الجسم او حتى الظهر بطريقة مفاجأة وقوية فيه ناس بتقول انها بترايح الظهر جدا فيه ناس بقول انها خطر جدا انا بحقيكي بشدة على السؤال بتشوفها كتير في حالة هي حاجة من الحاجات المهم نحن بس يعني نفكر فيها شوية كده هي حاجة جديدة ولا حاجة قديمة هي حاجة قديمة قوي 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 هي حاجة قديمة قبل اختراع الطب وقبل اختراع الجراحة ما كانش عندنا مشرط كانش عندنا مضادة حاوي ما كناش عارفين تشريح الجسم في وقت من الاوقات اللي الانسان كان بيأكل فيه من على الشجرة على طول وده كان وقت قديم قوي قوي كان لما حد يحس بألام زي كده كان يروحه شدين ظهره فيروح الغدروف مفرقع من مكانه وخارج من مكانه وتخف الألم طب لو خرج من مكانه في مكانه غلط هيروح رايح قطع العصب زي السكينة بالزبط مأساة كرسة كرسة الفكرة بتاعت ان انا ادأدأ ودوس واعوج وشد واعمل حاجة زي كده وانا مش عارف الاثر بتاع اللي انا هعمله ده ولا شايف الاثر عليه هي اثر كارسي والمشكلة الاكبر انه مالوش علاج بعد كده يعني لو عمل المشكلة دي وقطع العصب هو الجراحة مش هقول لها حتى لو عمله متفسس لا خلاص هو مش هبقى حاس خلاص الطب عارف يزرع كل حاجة كل حاجة عارف يزرع قلب وعنين وكبد وكلة وجلد وضافر وشعر عارف يزرع كل حاجة بس ما عرفش يزرع على مخ ولا عصب هو ما عرفش هم حكاية دكتور ولا حتى لو عنده متخصص يعني فيه نسبة خطورة حتى لو قال انا بروح لعيادة معينة او لدكتور معين او متخصص في الموضوع ده دكتور هو الفكرة كلها حصلت قبل اختراع الطب فهو اللي راح له انا اؤكد لي كنوش دكتور نروش علاقة بالطب يعني خاطر يا جبعة واضح ان الموضوع في خطورة طب فقالي مندي يا فندم لو تقولنا كده نصيحة ورشتة سريعة ازاي نحافظ على العمود الفقري بشكل يعني يخلي حياتنا افضل ولا يعرضنا لأي مشاكل اصحى من النوم كل اكل فيه خضار وسوائل كتير روح شغلك قعد تسعين درجة دهرك مع رجلك مع قدمك حاول تمشي او تعوم نام على الحاجة اللي تريحك صعب قوي دكتور دهرك مع رجلك مع رقب تجديس اوصلا احنا قعدتنا حسنا دكتور بشرح ان انا قعدت كلها غلط طيب دكتور بالنسبة للسيدات فكرة الكعب العالي اني اصح الكعب العالي ولا الفلات او الحزاء اللي بيبقى يعني بواطي ما فيش فيه كعوب خالص او كعب القليل يعني اني اصح مع مقولة بيوتي اسباين بس مش مفروض ان حد من السيدات يعملوا حاجة تقلمهم لو هو بيوجعها لو بيضيقها يبقى غلط يبقى وحش او لو مش تقلمها لا تقلم اللي هي عزا هيل طبعا منشكر حدثتك زين شك دكتور طارق حمدي استري استاذ جراحات المخ والأعصاب طبعا نورتنا في صباح الخير يا مصر والحقيقة انه يعني حدرك قلت نصايح مهمة جدا يمكن احنا فيها عادات يومية بنعملها من غير ما ناخد بالنا للأسف لازم ناخد بالنا منها زي ما حدرك قلت لانه الفكرة انه فعلا هي ملهاش يعني رجع زي ما بنقول يعني في مواقف للأسف وزي ما حدرك قلت التب وتوصل لزراعة معظم العضاء تقريبا معادة العمود الفقري والأعصاب المخ مضبوط صحيح شكرا جزيلا ان شرفتنا ونورتنا كل ساعة يا جمانة عشر دقيقة كده نتحرك ونمشي احنا كم وزعين برضو بنقعد على الكرسي فترة طويلة